الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم معرفة يقدم في مجال النظرية الكلية سوق العمل أو ما يسمى بسوق العمالة في اللغة العربية سوق العمل نفس الإشياء مترادفات له ليبر ماركت سوق العمل أو ليبر ماركت أرجو أن يكون فيه الفائدة المرجوة العظمى لكافة أحبتنا الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا على بركة الله نبدأ في زمن الجائحة الكورونا التي عزتنا عن بعضها حماكم الله جميعا يعتبر سوق العمل أهم سوق في النظام الاقتصاد البشري سوق العمل هو أهم سوق في النظام الاقتصاد البشري لماذا؟ لأنه هدف ووسيلة بالوقت نفسه هدف لأن البشر هم المقصودون به أي تشغيلهم ووسيلة لأن الاقتصاد قد يعمل أو قد لا يعمل عفواً قد لا يعمل بأي عنصر من عناصر الانتاج باستثناء الإنسان والأرض أذكركم أحبتي بأن عناصر الانتاج هي الأرض العمال لرأس المال الحقيقي قدرات تنظيمية ومن ورائها المؤسسات فقد نستطيع أن ننتج ونعيش مهما كانت مستوى ما عيشتنا بالحالة هاي بالأرض وطبعاً الإنسان والأرض نستطيع أن نعيش بدون رأس مال نستطيع أن نعيش بدون قدرات تنظيمية نستطيع أن نعيش بدون تنظيم إلى حد ما لكن من غير إنسان ما فيش حياة أصلاً وأرض ما نستطيع حاجة إلى وبالتالي الآن سوق العمل هو أهم سوق النظام الإقصالي البشري تنص نظرية الإنتاج الحدي اللي هي Margin Productivity Theory لعالم الإقصاد جون بيتس كلارك جون بيتس كلارك هذا على أن المنشأة أي منشأة؟ تعظم أرباحها تعظم أرباحها يعني أميز ذلك باللون الأحمر تعظم أرباحها إذا وظفت إذا وظفت عدد العمال الذين يتقاضون أجوراً بمعدل مساون لقيمة الناتج الحدي لآخر عامل لآخر عامل أي the value of margin product of the last labor which it has employed بمعنى آخر لآخر عامل قامت بتوظيف المنشأة وهذا ينطبق على كافة المنشأات أرجو من أحبة الطلبة أن يرجعوا إلى مبادئ الإقصاد الجزئي يترتب على هذه الحالة قيام كافة المنشأات في الإقصاد بتوظيف العمال حسب قيمة الناتج الحدي لها حسب قيمة الناتج الحدي لها نكمل الآن يمكننا تلمس طلب المنشأة على العمالة بمراقبة السلوك الناتج الحدي للعمالة دعنا الآن نتخيلها بيانياً لدينا الآن المحور الأفقي ما يسمى بحجم العمالة الموظفة في المنشأة نبدأ بصفر ثم نأخذ بالزيارة التباع المحور العمودي ما يسمى بـ The Marginal Product أو الناتج الحدي للعمالة الناتج الحدي للعمالة العلاقة بين الناتج الحدي للعمالة وحجم العمالة علاقة تأخذ الشكل التالي عندما يكون حجم العمالة منخفض تأخذ الآن الناتج الحدي للعمالة يأخذ بالزيارة حتى يصل إلى نقطة عظم هنا هذه أعظم كمية ناتج حدي للعمالة بعد ذلك يأخذ بالانخفاض فدعني أضع هنا إشارة على أنه حجم العمالة هذه التي أدت إلى أن يكون آخر عامل تم توظيفه وصل إلى أعظم ما يمكن بعد ذلك لاحظوا أنه يأخذ الناتج الحدي بالانخفاض تدريجياً هذا هو الآن The Marginal Product of Labor الناتج الحدي للعمالة وبالتالي نستطيع أن ندعي ادعاء يقيني بأن الطلب على العمالة من قبل المنشأة الكمية المطلوبة منها هي تبدأ عند أو قبلها بشوي لكن وتأخذ بالزيارة تدريجياً مقابل معدل أجور كما ذكرت قبل قليل بأن المنشأة توظف حجم العمالة التي تريد لكن تعطيها بالمتوسط قيمة الناتج الحدي لآخر عامل تم توظيفه وبالتالي فإن الطلب على العمالة هو هذا الجزء من منحنى الناتج الحدي الآن أما معدل أجور كما ذكرت الآن معدل أجور فهو مساوي لقيمة الناتج الحدي لآخر عامل وظفة المنشأة لآخر عامل وظفة المنشأة نكمل ما يحدث نظرياً وعملياً نظرياً وعملياً أن المنشآت في الاقتصاد توظف حسب قاعدة وكرر قاعدة قيمة الناتج الحدي للعمالة وبالتالي يكون الطلب الكل على العمالة الطلب الكل على عمالة مساوياً عفواً هنا مساوياً لمجموع طلب المنشآت العامل في الاقتصاد أي أن الطلب الكل على العمالة أي في الاقتصاد كله يكون بيانياً كما يأتي لlooking الآن نتخيله كما يأتي على المحور الأفقي هذا الآن الكميات المطلوبة والمعروضة من كافة أشكال وأنواع العمالة من كافة أشكال وأنواع العمالة L على المحور العمودي هو معدل الأجور W sub L wage rate هذا معدل كافة أشكال معدلها معدل الأجور العلاقة الآن عكسية بين كما ذكرت قبل قليل بين الكميات المطلوبة من العمالة ومعدل الأجور لأنه معدل الأجور هذا يعكس قيمة الناتج الحدي قيمة الناتج الحدي للعمالة لاحظوا وبالتالي الآن هذا المنحنى هو منحنى الطلب على العمالة ذكرنا بأنه بعد المنشآة توظف لكنه يتحدث عن كافة المنشآت في الاقتصاد وليس عن المنشآة وعدة فما ينطبق على المنشآة ينطبق على كافة المنشآت في الاقتصاد ونتخيلها كأننا جمعنا الآن كل الناتج الحدي العمالة عند كل المنشآت وحصلنا على منحنى الطلب هذا إن شاء الله تكون واضحة فالعلاقة عكسية بين معدل الأجور الذي يعكس قيمة الناتج الحدي العمالة وحجم العمالة طبعا علاقة عكسية أما الآن أما عرض العمل عرض العمل فهو قرار العمل نفسه حيث ترتفع الكمية المعروضة من ساعات العمل ترتفع الكمية المعروضة من ساعات العمل كلما ارتفع معدل الأجور وبالتالي الآن منحنى العرض العمالة هو علاقة طردية كلما ارتفع معدل الأجور زادت ساعات العمل المعروضة إذن الآن هذه علاقة عكسية بين الطلب على العمالة كمية المطلوبة على العمالة ومعدل الأجور والعلاقة الطردية بين الكمية المعروضة من العمالة ومعدل الأجور يتقاطع الملحنيان عند هذه النقطة الآن هذه النقطة مهمة جدا ننظر إلها دعني أميزها بلون أحمر غامق أو أسود هذه فهذه تتكون طبعا النقطة من زوج مرتب أفقيا هي حجم العمالة التوازنية عموديا الآن هو معدل الأجور التوازني إذن الصورة أصبحت واضحة لدينا الآن بأن العلاقة عكسية بين معدل الأجور والكميات المطلوبة من العمالة والعلاقة الطردية بين معدل ساعات المعروضة للعمل ومعدل الأجور يتقاطع الملحنيان عن نقطة واحدة هذه النقطة أدت إلى بروز هذه الكمية التوازنية من العمالة الموظفة في كل المشآت مقابل معدل أجور التوازن دابليو ستار دعنا الآن نحلل حدث بسيط له حدث الكورونا ليس بسيط هو حدثا عظيما لأنه أدى إلى تعطل اقتصادي يعني غير مسبوك خلال 50-60 أو 70 سنة الماضية فنتخيل الآن بيانيا على المحور الأفقي الآن هو حجم العمال الموظفة المطلوبة والمعروضة في الاقتصاد كله حجم العمال المطلوبة والمعروضة في كافة يعني المنشآت له في الاقتصاد كله وعلى المحور العمودي عند الآن معدل الأجور ذكرنا قبل قليل بأن العلاقة عكسية بين الكميات المطلوبة من العمالة مع معدل الأجور الآن علاقة عكسية والعلاقة الطردية بين الكميات المعروضة من ساعات العمل ما معدل الأجور وقلنا أن المنحنيين يتقاطعان عند هذه النقطة ينبثق عنها الزوج المرتب L-Star وW-Star بعد الآن جاء أحد الكورونا وانتشار الوباعث على المستوى العالمي في دولة معينة أو عن مستوى العالمي حدثت إغلاقات اقتصادية التعطى للعمل والإنتاج ما الذي حدث الآن الذي حدث بالضبط هو انتقال في منحنة طلب على العمال من هذا الموقع إلى هذا الموقع لا أحضر إلى الآن هذا الآن المنحنة الجديد لو افترضنا بأن هذا المنحنة بقي كما هو يعني لم يتغير العرض لكن الطلب الخفض وبالتالي الآن نقطة استقاطع الجديدة حدثت هنا الآن أدى ذلك إلى انخفاض الطلب انخفاض الطلب من L star يعني باتجاه السهم هنا من L star 1 سنقول إلى L star 2 بالوقت نفسه انخفض معدل الأجور من W star 1 إلى W star 2 أي هنا الآن نتحدث عن انخفاض في قدرة العمال يعني أن يحافظوا على مستوى المعيش وبالتالي هنا يحدث الفقر وهنا البطالة وما شابه أرجو أن أكون قد قدمت الفائزة المجوة في هذا المقطع إن شاء الله وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة